أهلاً بكم من جديد إلى العراق وكل هذا الامتداد الأقليمي مع دكتور رسان سلامة دكتور أنت يعني لك باع طويل بالعراق كيف بتشوف اليوم اللي عم بيصير وتحديداً إذا بدنا نرجع نربطه بالموضوع السوري كخط أقليمي كيف تأثير اللي عم يصير بسوريا على العراق أنا أعتقد أنه الموضوع العراقي موضوع مهم وليس هامي شي طبعاً لازم زكى المشاهدين أنه حضرتك كنت من الوفد الأممي بألفين وثلاثة ببغداد ونجايت من الوقتاء الانفجار العراق موضوع غير هامي شي أولاً لأنه انتخبنا العراق من فترة نحن كعرب رئيس للقمة العربية وبنوع من الحماسة وأنا اشتركت في هذه الحماسة بالحقيقة على المستوى الشخصي لكني أرى أكثر فأكثر أنه ربما أن التزامات الحكومة العراقية إيرانية أكبر من طموحات عربية يعني أكثر فأكثر صار عندي انطباع أنه التزامات المالكية مع إيران ربما أكبر مما أنا كنت معتاقل وعلى كل حال أكبر من طموحات وأن يلعب دورة عربي ثم هناك خطر تاني الخلاف اللي حاصل بين مسعول البرزاني وبين المالكي يعني الخلاف العربي التركي أو إذا بدك الحكومة المركزية ذات الصفة الشعية مع المنطقة الكردية يلي إله انعكاسات قوية في المجال النفطي لدرجة أنه أن تفكر أكبر الشركات النفطية بالعالم أنه تتخلى عن رخصتها في المنطقة العراق الجنوبية أو تضعها في خطر على الأقل لحصول على إمكانية أقل في منطقة كردستان وأن يدخل الطرف التركي في هذه المسألة أمر يهدد ما تم حتى الساعة إمكانية الحفاظ عليه اللي هو وحدة وسلامة الأراضي العراقية وهناك أمر ثالث في غاية الأهمية هو أنه ما حصل لطارق الهاشمية أو ما أقدم عليه طارق الهاشمية التاريخ بيحكي بعدها الحقيقة يؤدي إلى عودة إلى نزاع بين غرب العراق وسنته والسلطة المركزية على أسس مذهبية خطيرة إذن تتجمع هذه الأحوال بظرف المالكي بين طموحاته أن يلعب دور عربي وبين التزاماته بأن يكون إلى جانب النظام وإلى جانب إيران في المسألة السورية وخوفه في حالة اتخذ هذا الموقف أن يؤدي إلى مزيد من التعبئة المذهبية والإثنية ضده هو في حالة ليست سهلة ليست سهلة حالياً وبالتالي نعم هناك إلاكسات للمسألة السورية على الوضع العراقي ولكن هناك أمور لم تحال داخلية عراقية لم تحال منذ الغاز الأمريكي سنة 2003 ومزلت قائمة وإذا حلت فحلت على زغال لسي موضوع كركوك موضوع النفط هي مقصودة يا دكتور مقصود أن تبقى هذه الصغرات كلها اليوم بيقول لك مقصود قبل المالكي وقوى سياسية أخرى ومن يتبعوا هذه القوى أنا أعتقد أن المالكي عنده بعض الالتزامات الأمريكية وعنده التزامات إيرانية كبيرة وهالأمرين ضغطين عليه بدون أي شك يعني كان عندي أمل ولم ينتهي شو هي التزامات الأمريكية للمالكي الإيرانياً نعرف في اتفاق على عملية اللي حصل ولكن هناك تملص عنده منها مثلا أمور أحيانا تكتبوا قد تبدو تافهة مثل مثلا احترام الاستفتاء على كركوك هناك مثلات احترام الموقع الذي بقي لأمريكا لكن هي التزامات قليلة مقارنة بالالتزامات الموجودة عن إيران بس كلاهما يشلان قدرتوا على المصالح الوطنية وعلى لعب دور في الساحة العربية مرأنا على محادثات بغداد الإيران النووي مرأنا بسريع ليش انتقلت يعني لبغداد في منا هدف سياسي وراء الموضوع انتقلت ما في صفقة كبيرة ما في صفقة كبرى ما يسمى جراند بارجن لا بس في بارجننج هناك بارجننج في صفقات صغيرة اللي هي شو؟ بالموضوع اجتماع بغداد رغم انه حصل ببغداد العراق منه طرفية ولا الموضوع السوري ومحاولة ادخال هذه الأمور من قبل الإيرانيين فشلت فشل زريعة بقي الموضوع البحث على النووي والبحث على النووي مرتبط بالنسبة للإيرانيين بالبحث على العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني واللي مزعجة واللي هي سبب تضخم كبير في الاقتصاد الإيراني هذا الأمر حصل فيه بعض التقدم وسبب هذا التقدم انه رغم الضغط الإسرائيلية على أوباما أوباما لا يجد مصلحة بأن يقدم على أي حرب ضد إيران وبالتالي إسرائيل عاجزة عن القيام بحرب ضد إيران وأمريكا غير راغبة بإجراء حرب ضد إيران في هذا الوضع يجب حسر إمكانية نشوب حرب من خلال محاولة التفاهم بالحقيقة على شيء خبرني لقالي شخصياً وقت كان هنا وعطينا للتراف أقرية الرئيس البرازيل السابق لولا بالحقيقة ما يتم التباحث حالياً عليه بين الأمريكان وبين الإيراني هو مشروع الرئيس لولا اللي حمله وقته على طهران بعد مروره بواشنطن قبل في أوباما ثم رفضوا البنتاجون آنذاك وتم ترشيله وهو أنه يتم التخصيب بالبرازيل بنسب معينة وتحت رقابة معينة إضافية بالعودة الإيرانية للبروتوكول يلي وقعوا الإيرانية ثم خارجوا منه دكتور إيران انتحت يعني امرأت عليها شوي بس اليوم إيران تستعمل أنه ويح على الأقل حسب ما يشاع كورقة سياسية يعني هي آخر شيء ما بيهمة يعني القملة بيهمة النتائج السياسية المصاحبة لتحولها لقوة ناولية إيران لهذه الورقة خلوا نظام السوري وخلوا كذا وكذا وكذا مقابل يعطيكم شوي بالنووي بتنازل هيك الحديث على الأقل خففوا الضغط على النظام أولا لا مصلحة للطرف الثاني لا بصفقة كبرى للطرف الأمريكاني لا عنده مصلحة ولا عنده قدرة على صفقة كبرى مع الإيرانيين لأنه عم بقلك العلاقة الإسرائيلية الأمريكية اللي هي علاقة في غاية الأهمية بالنسبة للأمريكان هي علاقة دقيقة بهالمرحلة الإسرائيليين ما بيقدروا يعملوا حرب على إيران والأمريكان ما بدون يعملوا حرب على إيران لكن الانتقال من قصد الاتفاق الموضعي مع إيران على المسألة النووية إلى صفقة كبرى بين إيران وأمريكا سيتسير الإسرائيل سيخرب العلاقة الأمريكية الإسرائيلية الشيء يلي أي رئيس أمريكي لسيما رئيس أمريكي في سنة انتخابية عاجز على أنه يعمله لذلك أنا ما عم بحكم بالرغبات ما عم بقولش في رغبة أوباما أقول أن أي رئيس أمريكي عاجز عن التوصل عن البحث عن صفقة كبرى مع إيران قادر على التوصل إلى صفقة موضعية إلى صفقة صغيرة لذلك عندما أخذ الكلام جليلي في بغداد وقال في موضوع البحرين في موضوع سوريا في موضوع كذا الأمريكي رفض فورا قال هذا ليس على موضوع البحث فلذلك التحدث عن بقرة كتير على صفقات كبرى يمكن الناس مش أخذب عن الاعتبار كفائي قدرة الرئيس الأمريكي وليس فقط رغبته بالتوصل إلى صفقة كبرى مع إيران قدرته شبه معدومي لكن قدرته للتوصل لصفقات موضعية وهذا الأمر ينطبق أيضا على العلاقة مع روسية يعني معروسية في خلافات شديدة على أوكرانيا على جورجيا على الدرع الصاروخية على إلى آخره لكن هناك إمكانية ربما للتوصل الاتفاق على سوريا وبدأ الحديث على سوريا وفقط على سوريا من حوالي 10 أيام طيب تركيا إسرائيل إيران اليوم الكلب يسأل عنهم يعني هو المثلث الجديد بالمنطقة قد يكون يعني طويل عمره طويل أو لا كيف يعني كيف تشوفه من يستفيد اليوم من اللي عم بيصير مش أنه هنا عملينه لكن بالنتيجة من يستفيد يعني في حال وصول التحكين على التيارات السياسية الدينية مين بخاف إسرائيل ترتاح من هيدا الموضوع بتخاف تركيا بترتاح بتخاف إيران أين وضعه من النتائج والتغيرات ما لازم نخلط الأمور بعد أشوفي إسرائيل بلد غلبتنا عسكريا أكثر من مرة ولكن هي بلد بالنسبة لليهود على الأقل ديمقراطي ديمقراطي لذلك من يتحجج بالنزام على إسرائيل للحفاظ على نظام تسلطي ينسى أنه إسرائيل عم تغلبنا وهي على الأقل بالنسبة لمواطنية اليهود بلد ديمقراطي الديمقراطية لا تزيد من قوتك ولا تضعفها وربما تزيد من قوتك بالنزاعات لا تضعفها بالتالي أن انتقال دول العربية إلى مزيد منها الديمقراطية سيعزز موقع الدول العربية في المنطقة والعالم أنت عم تحكي عن دول فيها انتخابات أكثر من دول العربية طبعا تركيا فيها انتخابات ديمقراطية إسرائيل فيها انتخابات إيران فيها انتخابات تكاد تكون ديمقراطية إحنا إذا وصلنا إلى هذه المستويات هذا يعزز موقعنا ولا يضعفه والبرهان أنه وضعهم أحسن من وضعنا وضع هذه 3 دول أحسن من وضعنا لأنه أولا عندهم دول ثانيا موحدين داخلهم وثالثا عندهم نظام مشاركة سياسية تقدم لذلك هالغريزة عند المواطن العربي اللي بتقول إنه إذا صار نظامي قائم على المشاركة السياسية أنا بضعف إذا صار عندي 13 مرشح للرئاسة الجمهورية معنى تضعفت هي فكر غريزة خاطئ في 20 حزب بإسرائيل ما عم يضعفوا عسكريا في 15 حزب بتركيا ما عم يضعفوا في أحزاب مختلفة في إيران يعني التعددية السياسية تزيد من منعة ومناعة الدول ولا تقلل من منعة ومناعة الدول لذلك إذا نشحت الثورات العربية بإنتاج أنظمة أكثر ديمقراطية فوضع العرر سيتعزز ولن يضعف ما هي دي الإذة الكبيرة يا دكتور بس مكين لما نطلع النتائج لأنه حكينا بالأول أنه الثورات ما بتاخد ليلة ولا وضحاها بدا وقت الآن هالثلاث دول اللي ذكرتها كل واحدة عندها مشكلة أكبر من رأسها وبالتالي أنا مش معجب فيها يعني مني عم بقول شو وضع العرب تعيس وشو وضع عظيم لا مش وضع عظيم تركيا في المأزق تركيا خبرنا أحمد وقد أولو أنه تصفير المشاكل مع كل الدول اليوم عنده مشاكل مع سوريا ومع العراق ومشاكل مع أرمينيا ومشاكل مع أرمينيا ومشاكل مع روسيا ومشاكل مع قبرس ومشاكل مع أسرائيل يعني عنده مشاكل مع كل جيرانه فتصفير المشاكل في أزمة بتركيا ليش ألب على سوريا بالموضوع السوري مثلا يعني هو كان في صداقة ألب؟ هل هو ألب؟ شو برأيك أنت؟ اجتماعات المعارضة بأمقرة أنا أعتقد أنه تم البحث تم تفسيرك؟ بين الطرفين بأموة تتعلق بتطوير النظام ولم تتم ولم تتم وعلى أساسها ولم تتم وعلى أساسها تحول الموقف التركي لكن في اليوم مشاكل يعني الأتراك ما منشي حالهم فقدوا علاقاتهم ببعض الأنظم اللي سيما بالنظام السوري بس كمان المعارضات منا كثير مبسوطة منهم لأنه عم يبينوا عالم قدرة على تأثير على الأمور أما إيران والمالكة في خلاف مع المالكة طبعا من شان هيك قلت أنا سياسة تصفير المشاكل مع الجوار اللي قامت عليها السياسة الإقليمية لتركيا اليوم في أزم إيران كان نفوذة أوسع بكثير وبالتالي النفوذ حزب الله في لبنان أيضا عندما كان الموضوع هو موضوع من ينازع إسرائيل من يقاتل الغرب من إلى آخر لكن تحولها إلى قوة تدعم قوة مذهبية بالذات بعينها في مختلف مناطق الشر الأوصف أضعفت كثيرا من مستقية إيران ومن مستقية الحزب أيضا أما إسرائيل ففي مشكلة وجودية لحلول لها مشكلة أنه نحن نشهد اليوم أن على أرض إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية هناك عرب أكثر مما هناك يهود وهذا الأمر سيتفاقم مع الوقت وبالتالي الفرح الإسرائيلي بفشل مشروع الدولتين سيتحول عقاب على إسرائيل لأنه عمليا ستتجه أكثر فلسطين نحن نظام من التفرقة العنصرية يعني ثلاث دول يلي العرب إجمالا بيروحوا بعززولا حسبها بالمصرف لأنه تركيا ماشي حالا عم تربع على حسابنا وإيران عم تربع على حسابنا وكذا هاي حكي مبارح مش حكي بكرة حكي مبارح فعلا بسبب مش بسبب ثوراتنا بسبب همودنا بسبب سكوننا بسبب عدم تجدل قياداتنا السياسية بسبب أنظمتنا التسلطية استطاعت هالدول أنه تسرق من دورنا لازم أسألك يا اليوم بنحكى عن أنه يعني فيه رغبة أمريكية اتفاق أمريكي مع التيارات السياسية الدينية بأنه تستلم السلطة بدول العربية الموجودة أنت توافق وباختصار شديد لو سمحت لأنه كثير عندي أسئلة بدي أسئلة لأنه اختصار صعب هذا الموضوع متفجل هذا الموضوع مهم ما فيه اتفاق بين أمريكا والحركات الإسلامية على تسليم السلطة في المنطقة هذا كلام فارغ لناس لا بيعرفوا من الحركات الإسلامية ولا بيعرفوا أمريكا بيقولوا لك خليهم يروحوا يحكموا شعوبهم هناك قبول في الغرب لسيما في أمريكا وفي بريطانيا أقل في فرنسا أو في أرمانيا بأن تدخل عناصر تحمل صفة دينية إلى صلب السلطة هناك قبول بذلك وهناك اعتبار أن دخول بعض عناصر الحركة الإسلامية إلى السلطة من شأنه أن يضعف وهج الحركات الإسلامية الجهادية وبالتالي هناك قبول خصوصا في أمريكا وبريطانيا أقل في فرنسا وألمانيا بهذا الأمر بس ما في اتفاق مسبق ما في اتفاق أن تسليم السلطة للإسلاميين مشرحية طيب بدي أسألك اليوم لما بنحكي عن وصول التيار الإسلامي وعلى الحال في الأتة هذا العمر من بعد مسلك الإسلاميين لسيما في مصر في شوية تراجع بأمريكا عن هذه الحماسة للإسلاميين طيب في جملة من الأسئلة هي عبارة عن يعني ختام هذه توقيع الختام طبعا أخصان سلامي هل المنطقة مدفوعة لا محالة إلى حرب مذهبية مدمرة؟ الحرب المذهبية دائرة هي حرب باردة في بعض الدول وحامية في دول أخرى ولكن الحرب المذهبية دائرة وبأسرع وقت منخرج منها بأسرع وقت منحصل على استقرارنا وصلنا الأهلي إن الدخول في هذه الحروب أمر في غاية الخطورة ما نحن نسياس الدين أو نأدلج السياسة إذا أريدك أو لا يعني هو مين يحكم مين؟ مين يأجاج مين؟ سياساتنا تستعمل الدين أو الدين؟ الحرب المذهبية لا علاقة لها بالدين لها علاقة بالعشائرية المذهب هي كالطوائف وكالقبائل هي نحن مضم يعني هي من طبيعتنا؟ ولا لعبة سياسية؟ لا 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 هي من طبيعة هذه الشعوب؟ ولا هي لعبة سياسية؟ المنى اللعبة سياسية مجتمعاتنا متنوعة مجتمع السوري متنوعة المجتمع اللبنان متنوعة المجتمع العراقي كمان أكثر تنوعة هذه المجتمعات متنوعة في مراحل الرخاء التنوع يفيدها في مراحل تأزم التنوع يضرها وبالتالي لأن السلطات حاولت أن تنفي هذا التنوع يعني ادعت العلمانية ادعت أنها ليست طائفية لم تقر بأن جزورة طائفية ومذهبية في عدد من الأماكن وصلتنا لمشكلة اليوم الثأر من هذه السلطات التي لا تعترف بأصولها وبألوانها المذهبية هذا ما حصلنا عليه اليوم لكن هاي مرحلة وأنا آمل أن نخرج منها قريبا لكي نعود ونتفاهم على أنه لا يجب إلغاء التنوع ولكن لا يجب أيضا أن نتناسى ضرورة الوحدة يعني أنت برأيك لا زال مجال لتسوية تاريخية اليوم؟ ايه طبعا 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 على شرط أن يكف تموين وتمويل الحركات المذهبية ما هو حاصل حاليا أنه في بعض الدول وفي بعض القوى في المنطقة ما عندها إلا الحرب المذهبية تشنى على بعض البعض وبالتالي فهي لا تريد حرب طبقية ولا تريد حرب قومية ولا تريد حرب سياسية ولا تريد حرب ثورية ولكنها تكتفي أو تحاول حرف النزاعات الطبيعية في أي مجتمع إلى فقط صراع مذهبية دكتور في عندي شغلتين بدي إليك يوم قبل مخلص في محمد المير عم بيقول أتمنى الخروج من الجاذبية الأميركية والتمدد الإيراني على ازدواجية الكماشية الإيرانية لوقف نزيف العراق وآلام دمشق وقهر بيروت وحصار القدس يعني فيها شاعرية لكن تحليل السياسي بأفضل بشكل من لكن ليس بس اتنين ليس بس كماشتين ليس بس كماشتين ليس بس كماشتين لا إيران خبير كفاية لا تقدر تكون طرف كماشي ولا أميركا بعدها بنفس القوة لا تكون طرف كماشي بس نحن مصرين على ضعفنا نحن مصرين على ضعفنا رغم خوف الآخرين من قوتنا عم نضيع لحظة تاريخية يعني لا أملي بعد أنه هذا الحراك ما يسميه الآخرون ربيع هذا الحراك السياسي الحاصل أن يعطينا وعيا أفضل لقدراتنا وليس فقط لضعفنا ولنقنا المستمر شي بنقوا من إيران وشو بنقوا من الغرب وشو بنقوا لا أن نقدر على حقيقتها إمكانياتنا أنت متفائل؟ أنا إجمال ما بجاوب على هذا السؤال لأن بقول أنه يلي عنده لا سمح الله ولد مريض قبل ما يأخذوا على المستشفى ما بيسأل لنفسه شو حظوظ النجاح صح بيأخذوا على المستشفى بدون ما يسأل نفسه هذا السؤال صح نحن مجتمعاتنا مريضة حكامنا مرضى سلطاتنا قائمة سلطات مريضة وبالتالي لازم نأخذها على المستشفى بدون ما نسأل شو نسب النجاح مثل ما الولد طبعنا إذا مريض نحن نزع نحن مسؤولين عنه نحن أهل المريض فلازم نأخذوا على المستشفى بدون ما نسأل شو خلاص يا دكتور سنذهب على المستشفى شكرا لك دكتور غسان سلامي دائما الحديث معك ممتع بتمنى كمان يكون شكرا للاستضافتنا أهلا وسهلا بالبيت أهلا وسهلا بالبيت مرسي لك شكرا مشاهدين طبعا أشكركم أنتم أولا وأخيرا سبوع القادم حلقة جديدة من كل شارع عربي شكرا لحسين قطايا وماهر مغربي إلى اللقاء موسيقى 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 شكرا